تحاول شرطة لندن مكافحة سرقة المعادن فقبل يوم تم الاشتباه بأن هذه المجموعة من البلغاريين سرقت مصراع أماناً مصنوعاً من مادة الألومنيوم ويعتقد أنها تعود إلى المكان نفسه لسرقة المزيد يمكن بيع المصراع في مقابل مئات الجنيهات كخردة الجديد هو الارتفاع الكبير في سعر المعدن الأمر الذي يجذب اللصوص الانتهازيين الأهداف تتراوح بين محطات الحافلات والمقابر هذه كلها معادن مصنعة يمكن القول عادة أن لها قيمة معينة في شباط فبراير من العام 2011 تجاوز سعر طن النحاس 10 ألاف دولار لأول مرة وتضاعفت كلفة الحديد الخام في العامين الماضيين اللصوص مستعدون للمخاطرات بحياتهم على خطوط السكك الحديدية لانتزاع الكابلات الفولاذية والسبائك الأخرى شركة نتويرك ريل التي تدير شبكة القطارات في بريطانيا تقول أن سرقة المعادن تسببت ب16 ألف ساعة تأخير علامات السنوات الثلاث الماضية معدات الاتصال، أسطح كنائس وحتى برميل البيرة جميعها تم استهدافها إنه نشاط خطير له تبعات لدينا مولدات سرقة من المستشفيات وقد تأثر عملها جراء ذلك الشرطة عززت من تواجدها في المناطق المستهدفة القطع المسروقة تحتاج إلى أقل من 20 دقيقة ليتم بيعها لدى تجار الخردة في ديسمبر العام الماضي تمت سرقة تمثال لإحدى فنانات القرن العشرين البريطانيات المحبوبات باربرا هابويرث من هذه الحديقة ومن غير المرجح أن يتم استرجاعه إنها معادلة سخيفة أن يكون لديك قطعة جميلة تذاب لبيع كمية لبرونز فيها بمبلغ زهيد هذا مقياس خاطئ حتى ولو كنت مهتمة بالسرقة وأن لن أكون كذلك تدرك كونر أن أعمالها قد تجذب النصوص ولكنها حرصت على أن تكون هذه الأعمال محمية بواسطة أجهزة الإنذار موسيقى